ثالثاً النحو واحد أسلوب الاستفهام تأمذ الجمد الاستفهامية الواردة في الجدول الآتي المثال الأول يقول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك المثال الثاني قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود وسيلة الاستفهام الحرفان المستعملان في أسلوب الاستفهام هما الهمزة والهمزة حرف يستفهم به عن مضمون الجملة لا عن عنصر فيها والوسيلة الثانية هل المثال الثالث يقول الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وسيلة الاستفهام هي متى متى تستعمل للاستفهام عن الماضي والمستقبل المثال الرابع يقول الله سبحانه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وسيلة الاستفهام هي كيف تستعمل للاستفهام عن الحالة فالاستفهام فالاستفهام إذن أسلوب من أساليب الطلب فهو طلب للفهم الحرفان المستعملان في أسلوب الاستفهام هما الهمزة وهل أما أسماء الاستفهام فهي من ما متى أين كم كيف أين أنا ترجمة نانسي قنقر